ابو عالى حلق بنا يا حبيب قلب حبيب شرط العمر حقيقة يا اخوان عزة المؤمن بالله سبحانه وتعالى وان لا يحتاج الى احد وقد ورد في الحديث وان عزة المؤمن في استغنائه عن الناس اقول عزنا بالله لا نرجو احد غير ربي هو مولانا الاحد شرف المؤمن شرف المؤمن في عزته ولربي وحده الباري عبد يقصد الرحمن في حاجاته وله في كل ما يرجو صمد كلنا في ذلة نقصده هو للعبد بما يرجو وعد هو لا يحتاج للخلق وما كان للرحمن زوج او ولد من عن الخلق قد استغنى به سخر الله له خير البلد من يجد خالقه فاز ومن هنا بيت القصيد من يجد خالقه فاز ومن وجد الله فماذا قد فقد والذي يفقد ربي اابقا عن صراط الله ماذا قد وجد كل من حاد عن الدرب هواء سوف يلقى من لها قبل جحد كلنا مشرعة في وجهه جنة الرحمن إلا من شرد رب ثبتنا على دين الهدى في سبيل الله نمضي للأبد بإذن الله تعالى وصلاة الله تترى للذي ذكره في هذه الدنيا خلد والذي يمضي على منهجه فعلى الحوض بأمن قد ورد ومع المختار والصحب غدا لجنان الخلد في الأخرى وفد ربنا اجمعنا به في جنة من بها خالقنا المولى وعد اللهم أمين لنا ولكل مسلم بإذن الله واجهك وعلى صحة حسانك ما شاء الله تبارك الله